في خبرنا الأخير عبر محتجون من النجف عن السيائهم من السمرار النفوذ الإيراني في العراق مشيرين إلى ما وصفوه بالإرهاب والقتل والدمار الذي تسببت به إيران منذ 15 عاما وقال محتجون لأخبار الآن إن الجهات السياسية المدعومة من قبل إيران تعتدي بالضرب على المحتجين وتعاديهم إيران يتمدك من باب وتضدك من باب هذا كله شيء واضح صار للعلن وشيء واضح كله للشباب والشعب عامة زيان منحق المواطن البصر والمواطن النجف والمواطن الديوانية والمواطن كربلا والمواطن بغداد يطالبون بالمظاهرات ويزيدون المظاهرات شنو سبب هذا الجانب الإيراني مو كل شيء نعيشي مو إحنا مشكلتنا دولتنا صارت فيه إيران فما نحكي عن الجانب الإيراني لأنه شيء صار واضح للكل وإذا نحكي صرنا ننضد ونطلع إحنا سبب الدمار البلد ونطلع إحنا الدواعي شذا حكينا على إيران الدولة الشيعية بسعدها أجندات داخل العراق أجنداتها تدعمها من أجل شنو مو من أجل الشعب من أجل مصلحتها أنه تثبت هذه الأجندات داخل الحكومة العراقية وميهمها هذا الشعب يعني من الشعب وصل إنه يقول إيران بره بره مو عباط هذا الشيء لا وإنما شاف الناس اللي دعمتها إيران أكثر ناس هي اللي أذت هذا الشعب